هذه المواصفات كاملين والثمان اللي هنعطيك انتا براسك ما هتفهمولو ليس قلل هذا العرض هذا دي البيسيات رصافي صعيب يتعود مرة فرم عندي اشبي وعندي دين عندي الفمشي اتمينة خيالية كل شي ان شاء الله كنت مني يستجمد هذا العرض هذا اللي انه صعيب يتعود مرة فرم هانا النقا شوف ليها خدر لي عويناتك شوف ليها شون نقا بعدها اول حاجة انا ما نتذكر شعليها انا النقا نقا الاهم شيء في البيسي والثمان ولا قارنطي والشارجور اوريجينال ببيسي ايه يتبوك ايساق اشبي شو النقا الله مبارك شوفي هيا النقا شوفي هيا المستعمل شوفي هيا النقا هانا هادا 14 بوص ايساق سيزيام جنراسو ميتين استو خمسين اس اس دي 8 جيجا فرم شحل تامن وبشارجور دي الى اوريجينال 2300 درم انا نخليك النمار دي البتليفون دوز لك ومون ديالك كنصفت لك جميع الموديل المغربية هذا E-SAT 6M GENERATION شو حال هذا؟ انا اشتيه؟ 258 في الرام هذا الـ 8 يالو هذا الـ 8 يالو الـ 2100 درم الناس يبغل شوية بروسسور طالع توفيه 8 زوين E-SAT 6M GENERATION بحاله بحال الـ 2150 جيجا 8 يالو هاداش حال التامان ديالو E-SAT 2500 درم 2500 درم E-SAT تخضو فضلوقت بالتامان عربية يمكنش تقرب السيل عربية الناس لي عينهم كبيرة بغين يكبر شوفيه كده فيكي فاش ديالة كاملة مكمولة 15.5 بوس شو نقا؟ شوف هنه نقا مقصد داك هنه نتذكره شغليه بحال زور ديالو E-SAT 6M GENERATION هادا 28 SSD 8 في الرام تمان ديالو شحال 2220 درم بقى عندي في قطة واحدة 2220 درم ناس ديال ناس ديالتاكتيل ناس ديالتاكتيل ناس ديالتاكتيل هادو كاملين 5350 SSD 8 في الرام E-SAT 6M GENERATION هادا 6M GENERATION هادا 8M GENERATION 8M GENERATION 2900 درم 3200 درم 3200 درم 8M GENERATION مختار 4M GENERATION 5T 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 6T 5T 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 الله عندك شر دي الله قارونتي. بالنسبة للشارجور كل شيء اريجينال. هتشيريك هنا الخطوة نخلي لكم النمرة. هي هي النمرة دينا. ليبغاش هجي ديوز لكم وندلوك ندلو جميع الموديل الجميع الموديل المغربية. والتغطلب تصلك الامان ديك سلبطة.